النهاردة أو منذ قليل أعلنت في أبو ظبي نتيجة الفائزين بجوائز جلوب سكر ما تديني فكرة على الجائزة دي؟ الجائزة تابعة لمجلس أبو ظبي الرياضي أو مجلس دبي الرياضي أقيمت في دبي كابتر محمد صلاح النجم العالمي سافر بطيرة خاصة من الكويت موجود مع منتخب مصر قبل مطش بلجيكا بكرة راح لساعات قليلة في دبي ورجع تاني محمد صلاح النجم العالمي أولا الفرنسي كريم بن زيمة نجم ريال مدريد خاد أفضل لعب في هذه الجائزة في استفتاء بتعمله جلوب سكر بين الجماهير عبر تطبيق التوك توك محمد صلاح النجم العالمي في استفتاء الجماهير خاد أحسن لعب أدريانو جاليان المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان الإيطالي ونادي مونزا الإيطالي الحالي أفضل مدير تنفيذي سيرجيو رامس لعب باريس سان جرمان أفضل مدافع البرازيلي روماريو أفضل مسيرة لعب المشاركة مع واين روني لعب منشستر يونايتد والمنتخب الإنجليز السابق وزلتان إبراهيم وفيتش نجم الميلان الحالي ونجم المنتخب السويد واضح إن الجائزة دي أستاذ إبراهيم ردت مظالم للعيب عظماء كانوا يستعقون مكانة أفضل دانتارو ماريو ده يعني لو ناس تتابعوا بضيقة واحد من أعظم هداف العالم إفر يعني عبر تاريخ قرص القدر فوبراموفيتش لعيب لا يتكرر سنوكه الغريب هو اللي عطاله شوي صحيح النيجيري فيكتور أوسمين لعب نابل الإيطالي أفضل لعب شاب وأليكسيا يوتياس لعب بارشلون الأسباني هي خادت أفضل لعبها فلورنتينا بيريز رئيس نادي ريال مدريد أفضل رئيس نادي والإيطالي كارلو أنشلوتي مدرب ريال مدريد أفضل مدرب الإفوار دي دير رقبة نجمة شيلس الإنجليزي ومنتخب كود إفوار السابق خاد جائزة أفضل مسيرة لعب تم منحوم الجائزة عن بعد لتعزل حضورهم الحفل لارتباطات خاصة جونيكلافت أفضل مكتشف مواهب رفيالا بيمينتا أفضل صفقة انتقال خرخي مدنيز أفضل وكيل أعمال وبولو مالديني وفريدريك مصارة أفضل مدير رياضي وريال مدريد الأسباني أفضل نادي لكرة قدم للرجال وأوليمبيك ليون الفرنسي فاز بجائزة أفضل نادي لكرة القدم للسيدات هذه الجوائز من وجهة نظر الجماهير أي وتضع في الاعتبار صحيح أن يتواجد الكابتن محمد صلاح أيا كانت الجهة المانحة للجائزة باستفتاء جماهيري حقيقي فدي المكانة نقطتين مهمين جدا عايز أركز علينا أستاذ أبراهيم في اللقطة دي بخلاف يعني أنه هو يعني قيمة تستحق التكريم لكن الرسالة اللي وجهها بالعربي ثم باللغة الإنجليزية لها معنى هايل جدا عندي أننا أيضا نصدر ثقافتنا بلغتنا ورسالتنا ومحمد صلاح حريس كان يقولها بالعربي عشان يكون ملهم لغيره وقال أن المشكلة كلها ليست في فوارق الموهبة ولكن في فوارق العقلية المنتل الطريقة التفكير وهنا يذكرني هذا الأمر يا أستاذ إبراهيم بديترش فايتسا لما كان بيمر الأهلي وأنا بعمل معها حديث للمصور وقتها كنت بكت في المصور وبسأله السؤال التقليدي الفارق بين اللاعب المصري واللاعب الأجنبي قال لي أنت بتسأله السؤال ده وأنا حاجبك عليه لا يوجد أي فوارق في الموهبة قلت له في الجانب البدني قال لي ولا في الجانب البدني أنا مرانت ورح تفتح لي أجندة مرانت بس خد بالك توقف قدام دي بقى وده تخلينا بنسأل إيه لي بيحصل دلوقت مرانت 247 تدريبة ما عنديش شدة عضلة في الفرقة والفرقة بتجري التسعين دي بتنفذ اللي أنا بقوله قلت له ما للفرق فين؟ قال لي الثقافة وفلسفة الأداء اللاعب المصري مش مصدق قدراته مش مصدق أحلامه لا يعمل بالثقة الوجبة ودائما ينظر إلى الخارج ليتلقى التعليمات لأن أنا بحضر مطشات الناشئين بتزعى الهوى من على دكة البودلاء المدرب واقف بيلقن اللاعب باصي اجري ارجع اعمل فمفيش مش سامح بحرية القرار لللاعب في الملعب واللاعب دائما ينظر إلى الدكة لو اللعيب أصبح في القرار إذن بنلخص الموضوع إيه وهنا نخش على اللعب قرية التي تميز محمد صلاح هو أمهر من رونالدينه؟ لا هو أمهر من الكابتن الخطيب؟ لا هو أمهر من لعبة مهرة كثيرين؟ كابتن حسن شحاته؟ لا ولكنه صاحب القرار المناسب في اللحظة المناسبة بالسرعة المناسبة بالقوة البدنية المتطورة المتفجرة فأصبح يستطيع أن ينافس في أوروبا هو ده الفارق قدرته على اتخاذ القرار السليم وأستاذ إبريم هذه عبقارية محمد صلاح وقدرته مش بس على اتخاذ القرار وتنفيذه بالشكل اللي يخليه يتفوق على كل اللي حواليه مش فايسة بس فاكر من هو الجزء في الحوار المطول وإحنا رجعين مليئة أيه قال لك أنت حاجة من أنا قلت لك العرب عن أنت أقول لي بس ساعتها من والجزء تقريبا قال اللي قبل منه بعشرين سنة قال وديترش فايسة الألماني إيه الفارق بين لعبتنا واللعبت أوروبا قال لك أنتوا ممكن تكونوا أمهر بس الأزمة الحقيقية عند اللعب المصري والشخصية المصرية والعربية ثقتكوا في نفسكوا قليلة أنتوا ما عندكوش ثقة أنتوا ممكن تكونوا أحسن من الغرب وده ده محدش مصدق صلاح صدق مش الكلمة دي تفسر لك اللي أنا قلتو في ال آه الناس اللي مستغربة إنه بصفر طيرانين قوي وفرحانين اللي أنا حكى مكلم ميسي آه قلت له إيه قلت له إيه اللي شفتوا قد حيقوله إيه خد منهم عادة على العشا يعني قاله إيه تده حاجتني فكرتني بالراجل المعلق الإماراتي تقريبا اللي بين المباراة فبيقول لك كابتن بتاع الإمارات والنبي ألمسه ألمسه وهو بيسلم على ميسي هذا كلام ألمسه ألمسه حأكد لنا إنه فعلا إنسان لا ده كلام يعني الإحساس إنه هذا المخلوق حاجة كده خيالية أيه مالو استحق التقدير أحسن لعب لكن لازم نسد يعني عايز أقول إيه مش إنجاز إن أنا أتصور مع واحد مشهور مش إنجاز إن أنا أحكم مباراة يكون فيه أحسن لعب في العالم إنجاز هنأعتبر إنجاز أو فرصة طيبة أو لحظة تاريخية ممكن أحتفظ بصورة تاريخية لكن محتفيش بيها لدرجة قل لنا قلت له إيه وقال لك إيه قلت له إيه ده بصوت له إزاي رحتوا عامل إيه يا أستاذ إبراهيم الكلام ده لو كان ميسي كلمه وقاله أنا بدور عليك من زمان نفسي تحكم لي ماتش أنت منك يا إبراهيم فإنما ما حصلش هذا الكلام والمناسبة مش في كاس العالم حتى لو في كاس العالم لازم أبقى أنا أنا وعي في مسك الصفارة أنا سيد الملعب أنا فلاني الفلاني اللي ممكن لو غلت ميسي أدي له جزء نسمح الله فكمان إن أنا تسمح لي أحسب على حضرتك فول يعني دي اللي نقص معلش يمسي فإحنا مع يعني مع تقدرنا العظيم لأي موهبة على مستوى العالم لكن الحكم لازم وفي لحظة مسك الصفارة هو أقوى من جميع من في الملعب طيب كلام الكابتل محمد صلاح الحقيقة هي رسالة لكل شاب أو لكل إنسان عايز ينجح قال لك أنت بتصدق نفسك وبتصدق موهبتك وبتبزي المجهود وبتشتغل على قدراته اللي بيشتغل على قدراته وينم قدراته ومواهبه ما عندهش أي مشكلة في أنه يوصل للهدف اللي هو عايزه ده اللي محمد صلاح عايز يقوله قال لك احنا أنا موجود هنا لأن أنا اكتهدت وتعبت واشتغلت دي رسالة لأي حد للطالب اللي بيزاكر واللي بيشتغل واللي بيعمل والرياضي واللاعب والناشئ والكبير كل واحد يؤمن بموهبته ويصدق قدراته ويشتغل عليه مضمون الرسالة كده بالطبع